هنروح للمباراة المهمة وبعديها على طول وهي مباراة أول مباراة في دور التمانية في البلاي اوف في كرة السل بلاي اوف في السنة دي هتلاعب بيستوف 5 وليس بيستوف 3 البيستوف 5 هيبقى مع المصرية للتصالات صاحبة المركز السابع طب النادي الأهلي هيلعب المباراة فين؟ هتتلاعب المباراة على صوالة الأمير عبدالله الفيصل بمقار نادي أهلي بالجزيرة الساعة 9 بالمناسبة المباراة دي كانت مفوت تلاعب يوم الجمعة أيوة المباراة دي كانت المفروط تلاقي بيوم جمع لغاية ما تأجلت بقى يوم السبت الحقيقة ما عندناش أسباب ليه تأجلت هنجيبها لحضراتكم ولكن الساعة 9 بالليل هكون المباراة على سلطة أمير عبدالله الفصل هنلعب مباراتين وراء بعض سبت وحد راح يوم 2 و 3 في ملعب المصير التصالات او المباراتين في ملعبنا المباراتين اللي بعد كده في ملعب مصير التصالات اللي هو بيكون المركز اللي هم بفيلم عادي طيب لو تعادلنا يعني كسبنا المباراتين في ملعبنا او في مجمل الموطشات تعادلنا مطشين مطشين نلعب بعد الجولة التانية اللي هي الرابع مباراة ناخد يوم راح ونلعب مباراة فيصل يتبقى على ملعب النادي الاهلي سلطة أمير عبدالله الفصل طب ليه لأن انت في الترتيب أحسن منه فبيديك المباراة الفصل من نصيبك انت طيب عندنا غيابات الحقيقة دايما عودنا مستر جوستي بوش انه بيبقى فيه تعتيم شوية الغريبات احنا نعرف ولكن يعني ما بيتقلش وما بيعلنش غير يوم المباراة يوم المباراة اول ما المباراة بتبتبذل اطلع بنعرف من قرض الملعب مين اللي هيلعب ومين ما هيلعبش ودي الحقيقة حاجة تحترم جدا جدا طيب مصير التصالات فيها لعيبة كويسين ايوة فيها لعيبة كويسين جدا على رأسهم المحترف سبينسر لعيب كويس يعني يعني احنا دايما يعني الحمد لله في مطشات الاهل في مطشات الاهل والاتصالات بنعرف يعني نبسوكه كويس نعرف نبسوك كويس اوي اتمنى ان شاء الله نبقى مستمرين على الحالة الدفاعية دي مع سبينسر لان الحقيقة لما بتفتح معاه احنا بنكلم في تلاتيات واربعينات فبيعمل ازمة كبيرة جدا انا في سنة من السنين انا فاكر طيب احط تسه ربين بنت او حاجة ربين بنت قدام الاتحاد عشر تلاتيات انا فاكر كويس المطش ده فسبينسر لعب كبير عنده 40 سنة ولكن اللعب خبرة كبيرة جدا وبيعرف يتعامل معه اللعبة في الدور المصر وفيه خبر النادي الاهلي اعلنه طبعا انتعارفين طبعا رحيل وولتر هوج عن الفريق وسافر او رجع تاني بورتريكو بلده وتعاقد مع نفس الفرقة اللي كان بلعب معها فالنادي الاهلي تعاقد مع تومسون لعب النادي الاهلي السابق اللي كان معنا السنة اللي فاتت وهيكمل معنا الى نهاية الموسم اكيد من اتمنى التوفير لتومسون السنة اللي فاتت كان معنا فيه الخماسية الشهيرة طبعا وكان احد اعضاء هذه الكتيبة يمكن اللي وصلنا يعني طبعا دي اهلي اعلن النهاردة ولكن اللي وصلنا انا على مستوى الشخصي ان مستر اجوستي بوشي تعرض عليه عدد كبير جدا من لعبين ولكن اختر تومسون هو كان مصر عليه لانه الحقيقة فيه يعني قول زي ما انت عايز تقول على تومسون ممكن يكون ما بيحطش سكورة عالية ممكن ممكن والجمهور بيكتب ده احنا شايفينه يعني ولكن هو فيه ميزة كبيرة جدا الميزة الكبيرة اللي عنده انه الراجل بيكنترول الفرقة التيرنوفر بتاعه ليل بيشغل الفرقة انت عندك ما عندكش مشكلة خالص في الهجوم عندك لعيبة كل لعيبة يقدر يحط بالعشرين و تتين بونت يهبقى مين عمر الجندي عندك عمر طارق عندك سيف سمير كل اللعيبة دي تقدر تحط عشرين و خمس و عشرين بونت في المباراة فانت هتجيب السبعين بونت الثمانين بونت اللي بيجيبهم هتجيبهم هتجيبهم يعني هتلاقي فيه لعيبة عندك النهاردة موفق جايب تلاتينية موفق جايب جايب عشر ابو الناصر غير و غير كل دول يقدروا يحطوا فانت عايز واحد يكنترول ويعمل هارموني في الفرقة فانت ما عندكش مشكلة دي رؤية ميستر أجوستي اه انت دخل على البال بسكتبول أفريكا ليج ولكن دي رؤيته فتمسل ان شاء الله مكمل معنا هذا الموسم وخلينا نشوف دايما ميستر أجوستي بوش بتبقى في أغلب الأحيان رؤيته بتكون صحيحة